ما بدي قول من زواج متعيني هادي الحكومة لقيطة لقيطة من عملية اغتصاب صارت للشعب اللبناني بكل بساطة طيب قلت حضرتك اليوم انو هالحكومة هي راح تكون تشكل غطاء لحزب الله بخصوصا انو العقوبات الامريكية هلأ جاي اول اول شهر الجي طيب يعني بس اليوم ما تروح مثلا انو حزب الله ياخد وزارة الصحة مع انو كانت مستبعدة كيف بدوا يعني يكونوا هن بوزارة الصحة والعقوبات علينا والعين الدولية علينا هلا هي وقفت عوزارة الصحة بكرة اذا اكتشفنا انو مبعر شو عم بيستعملوا بالدولة اللبنانية اذا عم بيستعملوا الاراضي اللبنانية لتهريب اشياء معينة اذا عم بيستعملوا مؤسسات اذا عم بيستعملوا نظام مصري في اللبناني لخلق العقوبات المحطوطة هونيك الكوارث هونيك الكوارث بعد هنا وزارة الصحة وغير إنه في طرد مش وزارة الصحة غير وزارة الصحة إنه وزارة التربية إنه إذا وقفت المساعدات لوزارة التربية والبناء نعيش على المساعدات إذا وزارة الأشغال طيب أوكي توقف كل الخروض لجسورة وللطرقات تبيني ناش مصرين لكين على الصحة بدوق هالوضع تحدي يعني أو كيف هلأ ما بعرف إنه عملية إنه في وزارات إنه قرينا إنه بدون الصحة إنه عمليا لأنه هذه وزارة الصحة كمان بتساعد خدماتيا وبتساعد بتحل لهم مشكلة كتير كبيرة العلاقة بأتلاهم وجرحاهم ومعاقينهم واللي بديك إياه نتيجة الحروب والعلاقة بما تنسي حزب الله عم بيساعد البيئة الحضنة طبعه بمواضيع الاستشفى والطباب كله بشيل هم عن ظهره ألا بصيل عن ظهر الدولة اللبنانية هلأ نحنا ما عم نقول إنه الطايفي الشعي الكريمي ما لازم تتحكم اللي محتاجين فيه على حساب الدولة اللبنانية بس أنا عم نقول إنه حزب الله لا يجوز أن نحول مؤسسات الدولة اللبنانية إلى مؤسسات بتصرف على الحياة الحزبية هذا اللي كنت عموله قبل شوية نعم طيب أستاذ نوفالدو كمان اليوم هل الموضوع الاقتصادي يعني الخطر الاقتصادي وإنه في خوف من إنه ما نحصل على يعني الأشياء الأقارتها أقار مؤتمر سادر هو أحد دوافع كمان للاستعجل الحكومة باستعجل بحكومة تتجاوب مع سادر تتجاوب مع الشرعية العربية مش بستعجل بحكومة تجي لتعمل مشكل مع المجتمع الدولي ومشكل تاني مع المجتمع العربي طيب رح يقدروا يعملوا هالمشكل يعني اليوم لش مين يعني هني رح يعملوا يعني مثلا معامل المشكل وخالص طيب إذا اليوم ما استفدنا سيد حسد وصر الله بآخر ما استفدنا من سادر بآخر خطاب شو قاله داخليك سمعتني قاله أنا ما عندي مانع الحكومة اللبنانية تتبنى النائب النفس بس أنا رايح باقي بسوريا وهو دي بايت سعود صفتن ونعتن وموار شو يعني انه انتو عملوا بتكوني روحوا تسلوا يا خبيبي أنا داير سياسة البلد وانتو عملوا بتكوني والشباب يبلو مش انه لا يا خي ما راح فوت على الحكومة داخلك أنا بدي اسألك سؤال طلع بيان من سني تقريبا من بعد عودة الرئيس الحريري عن استيقالته الشهيرة مش هيك وقال انه كلنا سوا ملتزمي بالنائب النفس طيب مبارح سيد حسد نصر الله عن بيقول هدا موضوع خلافي احنا مش ملتزمي فيه باي شو يعني على انها بالنفس دا الصورة طيب معناتها انه هادي البيانات اللي بتطلع سواء كانت بيانات وزارية او بيانات ملحقة بالبيان الوزاري او كلام او تصريحات او تعهدات او التزامات كلها سوا هادي مشي ملح بالبحر عم بتكبي ملح بالبحر طيب بالنسبة للعقد اللي كانت مطروحة سواء العقد الدرزية او على الصعيد كلت العقد الدرزية بيحكي اليوم تعالى إرسلان ووليد جمبلات انه مش الحال طيب مسيحيا شو رأيك بالاشياء المطروحة مثلا للحقايب للقوات اللبنانية انا مسيحيا هني يعني كانوا عم بيحطوا اشياء اعلى انا بتأسف انه مسيحيا ما حدا طرح الموضوع السيادي بكل هايدي القصة انا كنت بتمنى ما يطرحوا الحقائب السيادية يطرحوا موضوع السيادي وين بدو صير يطرحوا موضوع السيادي انا كنت بتمنى حدا من الوزراء المسيحيين او من الفرقاء المسيحيين يقول خي انا بتنازل عن وزير او عن وزيران اذا بتضمنوا لي انه القرار 1701 بتنفذ مظبوط انا مستعد تنازل عن وزير او وزيران اذا هنه بدي يكونوا بالحكومة تا يقدروا يؤثروا بهالشي ليش ما هني قيلين نحنا راح نفوت بالحكومة بنحط موضوع السلاح عجنب لانه هيدا مش وقته هلأ سمعطيون اول شي التيار الوطني الحر بشكل واضح فعليا هلأ وقعيا انه قادرين يعملوا شي بالسلاح معلشي الواقعية مين بيعملوا الواقع داخليك مش انا وانتي بكل الناس ايه هلأ واقعيا ما فينا نعمل شي بقصة السلاح لانه كل الناس اللي لازم يعملوا بقصة السلاح ما بدون يعملوك يعنو في فريق اقوى من فريق اولا منه مطلوب نهجم ع الضحي جنوبية ونقشطوا من سلاحهم مش هيك مطلوب انه خي لن اؤمن لك الغطاء لسلاحك بالحاكي ممنوع في فرق بين ما قل له ما رح اعمل لك الغطاء وبين انه خي تركلي هالموضوع عجناب هلأ مشكلتي مشكلة كهرباء تب رأيك استاذ نوفالدو يعني الجهات او الاحزاب السيادية اللي بتدعي ما بقى في احزاب سيادية كان لازم تضل برات الحكومة ما بقى في احزاب سيادية اللي فاتت بالحكومة بطلت سيادية ما حدا يخبرني يعني انه سيادية اعطيك متى البسيط بعد اعطيك متى البسيط بدون ما كون عم بستهدف حدا وهلأ اصحابي بالقوات يقوموا لقيمة يعني اذا القوات بقيوا بره شو بيستفيدوا انا ما بدي قل لك بيبقوا بره بس انا بدي اسأل سؤال هل من الطبيعي اليوم انه القوات اللبنانية ما بقى عندها ولا حليف مسيحي بـ 14 قدار صاروا كل حلفاء المسيحيين 8 قدار من ميشيل عون لسلامية بناجي شي طبيعي برأيك هدا مش طبيعي لا حول ولا قوات هلأ بدون يزعلوا هلأ بلشوا يسبوا ويشتموا على مش مشكل بس انه انا بدي اسأل سؤال في هذا شي طبيعي الي عم بصير وبعد شوية منقول سياديين وفاتين على الحكومة نعمل تب هني اني اخذوا هالقرار لاش برأيك يمكن براجماتيا ما بعرف ما تخليني روح اكتر منت هك بقدت رسالة ووصولة لانه ما وقفوا ان هي ده بعد زيتا كيف زيتا للعلاقة مع سوريا لو انه سيكتين عم اضوح حزب الله ما فهمت كيف يعني مش عم بفهم مرجع بيقلك انه ما بدي سوريا ما بدي سوريا وما بدي ما بعرف شو وما بدي سلاح حزب الله وما بدي وما بدي وانا بعمل بعمل تفاهم مع الطيال الوطني الحر يلي بده وبعمل تفاهم مع السلامان فرانجي يلي بده وبعلق أنا والكتائب وبعلق أنا ومطرس حرب وبعلق أنا وفارس سعيد وبعلق أنا والأحرار وبعلق أنا والكتلة وبعلق أنا والعالم كله سوا يلي ما بدهن طيب كيف دي محبي والله دي محبي عم بسأل سؤال بتشوفها معركة رئاسة طبعا شو بده تكون غير هاك بكل أسف يعني طيب بس أقري يعني رحي يعني في عندهم أمل هلنحكي هلا عن قوات ما بعرف هندي بيعفوا حساباتهم أكتر أنا برأيي أنه ماذا ينفع الإنسان إذا ربح الرئاسة بخسر الجمهورية بعدها بدي وصل أعمل رئيسة على أي جمهورية على أي جمهورية السؤال القوات اللبنانية اليوم عملت إنجاز بالانتخابات يشهد لها في كبرت كتدها من 8 إلى 15 كيف ترجمتها بالحكومة كانوا أربع وزارة وبقين أربع بأحسن الاحتمالات شو بكونوا عملت يعني الفريق الأخر عمير خد ترجم لوني نعم عمير خد ترجم لوني بضلني مكمل بضلني مكمل بنفس الشي إنه إذا ما قبلين إذا ما قبلين يترجمون لن الخمسة عشر نائب بالحكومة نعم رح يقبلوا يعنون رأيي جمهورية كيف ورأيك من شين هيك يعني رايحين القوات عند المردة؟ أول شيء عملية المصالحة بين المردة والقوات شغلة ما حدا ممكن يقف ضدها تماما مثل عملية المصالحة بين الطيار الوطني والحر والقوات بس إنه موضوع رئاسي شيء ومن أول يوم كنا عم نقول إنه يتصالح القوات مع الطيار شغلة كتير عظيمة ومطلوبة بس مش شرط الصلحة إنه مش هل عوني عمر رئي جمهورية هني كان هيدا اتفاقهم بالأساس اتفاقهم عشو؟ إنه التسوية اللي صارت تسوية إنه مش هل عوني عمر رئي جمهورية نعمل اتفاق مع رئي جمهورية وإنه مش هل عوني نص بنص عند المسيحيين وصلوا عن نص بنص ما فيش نص بنص شو ما نعمل؟ إنه أول مرة؟ طيب هون يمكن قال سامير جعجع خلينا بلك المرة ده بتصبط معنا أكتر أي؟ يعني اليوم بفضل سامير جعجع يدعم سامان فرنجية للرئاسي من إنه يدعم شبران بسيل ما بعرف بس إنه كان يعملها من سنتهن وريحنا وصلنا له هون كنا لأنه كي ما تروح بالأول إسلامان قبل رئيس عوض ورافضنا طيب هلأ إذا هلأ صار بس كي واحد بلقي يعني بلقي إنه أخطأ برأيك لقى يعني هون إنه أخطأ ما بعرف ما بعرف شو لقى يعني ما بعرف شو لقى بس إنه كمان يعني رئاس الجمهورية منه هاك إنه بنقعد بنجرب ونشوف ما زبطت حنب يزبط طنوس يعني معنى إنه إنه في مصير بلد في سياسي عامي برجع بلك إنه وقت اللي كان وقت اللي كنا عم نقول ما رح نمشي بسليمان فرنجية لأنه سوريا أصلي منمشي بميشيل عون لأنه سوريا تايواني أو تماني أدار أصلي وتماني أدار تايواني هلأ اتحلفنا مع الأصلي ومع التايواني هلأ اتحلفنا مع الأصلي وتحلفنا مع التايواني طيب كيف نعم على أي أساس ما أنتبهي ما أني ضد بس بدي أعرف على أي أساس تفهمنا على أي أساس سياسي تفهمنا كيف بتفهم مع حدا هو مع سلاح حزب الله ومع سوريا وبيختلف أنا وحدا ضد سلاح حزب الله وضد سوريا بالسياسي كيف حدا يشرح لي كيف نعم طيب اليوم بحظوظ يعني عم نتحاول نتكهن شفنا شو عمل شو مواقفه للوزير بسير كيف راح عالضاحية وسلاح ومسلاح والآخره وكمان مبارح كان تقبل الأمين العام لحزب الله أنا بدي أسأل سؤال دخلي التقبل الأمين العام لحزب الله طيحطه بصورة اللقاء بين ماكرو ورئيس الجمهورية ما فهمت ما بعرف شو ما كان فيه رئيسنا بيبقى هاك وإن شاء الله شيخ سامي يظلوا قادر يواجه بهذا الموضوع لا يضر ربحان نفسه لا يضل إذا فيه بيوم من الأيام أمل لنواة معارضة تركب بالبلد تقدر تواجه الحد الأدنى من المعارضة البرلمانية الحد الأدنى من الرقابة على عمل الحكومة يضل هالزلم مع النواب اللي معه مع اللي ممكن يكونوا موجودين بفلكه أنه يقدروا يعملوا حد الأدنى من الرقابة على الأقل بالشكل على الأقل تضل الرأي العالم وخبر شو عم بيصير لا يستمر بالسياسة المعارضة اللي كانت ولا مرة كان عم بيعارض للمعارضة ولكن في شي مرة في الشفتي إلا من نفايت إلا من نفايت معه ملف وهذا الرأم وهذا الاسم وهذا العدد وهذا الكذا وهذا الخبرية كمان كلمة حق أنه ما كان معارضته عبسية ولا مرة للمرات حتى بالموضوع الاقتصادي اليوم عم بيجي يقول خي أنا مستعد تعاون أنا وياكم ولو ما كنت بداخل الحكومة نعم بس عنده هالزلمة عم بيمارس بطريقة ممارسته بمشاريع الأوانين اللي عم بيقدمه باللي بديك عم بيمارس فكر إصلاحي على قدر قناعته اليوم اليوم مشروع الأنون اللي مقدمه طيب أنه هو بيقدم مشروع أنون طيب يوفر 29 مليار على الخزينة بكرة بشحطة ألم بيصفقه 700 مليار يعني اليوم لألغاء معاشات النواب إلى مدى الحياة مبارح مبارح حطين 230 ألف دولار حق ثلاث سيارات لوزارة الخارجية الجايين يخبرونا أنه لازم يعملوا اللائق مع السفر اللي بيجوا ليقدموا أوراق اعتماده كذا دخلك أوكي يا عظيم روح استأجر سيارة بـ 30 دولار من حيال لشركة إيجار وقت اللي بيكون عندك سفيرة شو كل يوم عندك سفيرة عم بيقدم أوراق اعتماده ما فهمت أنه دولي بحال التقشف دولي بحال التقشف وين المشكلة يعني وين المشكلة يا خي ما بالعكس أنا اليوم السفير السفير اللي جاي على البلد ومعتمر إذا شاف تقشف بيحترم البلد بس إذا شاف بلد مديون وحطين له سيارة شارينا موديل السنة يطلعوا فيه على هذا بقل له يا خيبك البساطة أنت وين عايز ما معلش شي خلينا نفرج العالم مش عايب القصة أنه نحنا خيي جبنا لك سيارة بعدين يعني لا بدي أعمل دعايات ولا بدي أعمل تحرتق بماركت سيارات يعني بس إنه ليش بدي أجيب سيارة حق 75 ألف دولار وكل العالم صارت عارفتها باقم دوبلو في مثلا أوكي إنه اليوم شركة الرنو بتعمل سيارة بنص حقها مثلا أو شركة البوجو إنه رئيس فرنسا بيركب شركة رنو ليش نحنا هون بلبنان إنه عزي ما فهمتنا خي نققلي هيونداي نققلي كيا ومرتبة وجيبها فيها كل الفقام المطلوبة وفيها الكومدشانات وإرباكات وإزازات كهرباء وعمول بدك إياه فيها للصخير بس جيب سيارة بساعة مقبول ليه بدك جيب أغلاصهم السيارات نعم طيب إنه اليوم إنه الشيء المنطق المنطق اللي عم بيقوله سمعت الشيخ سامي بمؤتمره الصحافي عم بيقول 29 مليار هن ثلاث أضعاف موازنة وزارة الصناعة شو عم بيصير يا عمي هم عاشية النواب اللي تقاعدت لمدى الحياة طب كيف يعني طب مي رح يتجاوب مع هالاقتراح طب برجع بيقولك شو بود يفوت يعمل بالحكومة إذا ما بدون يتجاوب إنه النواب بحقبلوا ووقفوا التعويضات طب برجع بيقول إنه شو بقى عكل حال هاي دي خطوة من مجموعة خطوات لازم تصير إنه اليوم في قصة النواب اللي مدى الحياة في كتير قصص بالدولة اللبنانية ممكن واحد يوفر فيها كتير مش طبيعية إنه مثلا كل الأسلاك العسكرية بلبنان ومع احترامنا لكل تضحيات الأسلاك العسكرية نعم ما في بكل الدولة اللبنانية حدا بيقبض تعويض وبيضل معه شو تقاعد يماشي في خيار من اتنان بيقبض اتنان يا بتقبضي تعويض فرض مرة أو بتقبضي معه شو تقاعد كل حياتك أما إنه فاتشيلي بكل دول العالم موين بتصير هادي القصة اليوم عم نحكي نحن بمية وثمانة وعشرين نايم مية وثلاثين مية وخمسين ميتين ما بعرف قدشين اللي بيقبضوا بالقصة بس عم تحكي هون بخمسم شو خمسمية بألوفات العسكريين يلي كل سنة بيطلعوا على التقاعد ألوفات نعم برجها بنوع هلا بدون يقوموا علينا عم تدق بالجيش وعم تدق بالدرك وعم تدق بالأمن العالم عم تدق بكل شي وقالا عمليا مش هنوصل للمطرح ما اليوم نحن بوضع مثل ما قلت اقتصادة يعني صعب صعب بس كوارثة مش صعب يسموه البدوني بالمجاملات بالواقع أنا مواطن شو بدي باللي عم بيحكيه مواطن ببقى ماشي على الطريق كل يوم بلاقي محل ومحلان وثلاثة عم بيسكروا برسم البيع وبرسم الإيجار شو فرقة معي زرائي الجمهورية قال لي وضعك صعب ولا وضعك مقزوم ولا وضعك تعبان سكر المحل حلل المشكلة يا خي ناس عم تنبع صحافي عم بتسكر انفراجي موقتي نفسيا الحكومي نفسيا بس بعدين ما رح تعمل انفراجي موقتي نفسيا رح تعمل صدمة سلبية عند الناس وقت اللي وقت اللي وقت اللي الناس بتشوف انه ما في شي تغير الناس طب هو ماكرون شو طلب من يعني شو حكي قاله روحوا شوفوا شوفوا تطعموا بلد اصلاحات طبعا طيب بس اصلاحات كيف بديك تعملي اصلاحات بيعملوا اشياء يعني هيك شكلية متل ما قلوا بالعادة اي اصلاحات بدينا عملوا عملوا قانون انه ممنوع توظيف بالدولة بسنة موظفين 1700 انه شوفوا نحنا بعمل نوظف تب شوفوا ان دعموا القانون ما بنفزوا عندي دستور ما بتطبقوا عندي مجلس نواب بلغيلوا دوروا عندي رأي عام لبناني ما بسمعلوا انه فيه برأيك يعني هلأ ما في سمعت دخلك من يومين من يومين انت صحفي مالش خليه اعطيك مثل قبل مؤتمر ومصاري سمعت مدري كم 100 مليون على الدول اللبنانية والمؤسسات الرسمية تليفونات وكهرباء وما يمش دافعينون 750 مليون دولار قال مدري قداش صاروا تب كيف هذي القصة مش مدخلينهم بالموازنة هاو دي 750 مليون دولار مكسورين على رئاس الجمهورية ورئاس الحكومة والوزارات والمؤسسات الخاصة اللي بدك ايها لا بيدفعوا ماي ولا بيدفعوا كهرباء ولا بيدفعوا رسوم كيف الحكي هده في شي مش طبيعي بالبلد وبعد شوية بيقلك انه اه بجي على المواطن يلقطوا برأبته ويقلوا غسبا عنك بدك تدفعوا ولا بقطع لك ساعة الكهرباء ولا بقطع لك التليفون ولا بقطع لك ساعة الكهرباء طبعا اللي يدفعوا هنه كمان ما عندهم موازناتهم شو عم يعملوا فيها بيدفعواها للمستشارين وبدفعواها للأزلام وبدفعواها للسفر والحنك لرئيس حزب الكتائب على قطاع المصارف جميع المصارف يعني بإطار الجولات اللي عم يعملها شو كانت أجواءهم يعني هن هذا القطاع الأكثر أهمية واللي عنده قدرة يعني اللي أعلنوا أنا ما كنت بالاجتماع ولا بعرفوا ولا خبروني ولكن اللي أعلنوا واضح انه احنا عم نطلب من المصارف بما انه المصارف هي أحد الممولين الأساسيين للدولة اللبنانية بهذه المرحلة يعملوا معروف اضغطوا على الدولة انه ما راح نمولك إلا ما تعملي إصلاح وتوقفوا الهدر اه شو كان تجاوبون ما بعرف شو كان تجاوبون ما بهمني الحكي بهمني الفعل بالآخر أنا يعني صارت قصة المصارف وحاكم مصرف لبنان عم بيتعاطوا مع الدولة اللبنانية مثل باي ابنه أزعر وفالت عالطريق بيروح بيتدين وبيلعب بأمار وبالكازينو بحشي شو بدي كيه وبيجي الدرك عبيو من عشية ابنك بالمغفر دخيل عارتكم شو بدكم يا خي هاي دي مئة ألف متدينة بسكرة هاي صارت رياض سلامي والمصارف بدون ما تكون عم بريون عم بيستفيدوا عم بياخدوا فوالي عم بحاولوا يرقعوا إذا المصارف ما عطيت شو بتعمل يوم شو بتعمل الدولة اللبنانية لهم إذا المصارف ما عطيت إنو بيقلك رياض سلامي عم بيعبوا الهندسات شو بيعمل رياض سلامي بتجوا عليه شو رياض سلامي هو عم بيقرر الموازنة بالدولة رياض سلامي رح قال لكم هاي دي سلسلة الرتب والرواتب قصطوة على خمس سنين تحتى نقدر نستوعبها بالاقتصاد اللبناني رحتوا ما بتقبلوا فرد مرة والأنكة من هيك مش عارفين مين عندكم الموظفين عأساس فاتوا بـ 800 مليون دولار صاروا بمليار و 800 مليون وبعد ما خلصت بعد ما خلصت كل يوم بيتفاجعون شو أرقام التوزفات الوهمية مبارح سمعتها على التلفزيون عم بيقولوا الوهمية مبارح هاي دي جديدي هلا هلا 1600 مدري قداش وشفنا الأرقام على التلفزيون وقال هاي دي عن جهاز رقابي واحد مش عند الكل تب لاي ما بيحكوا عنه حكوا عنه ما طلعت بس انه مين بدو يحكوا ما فهمت انه مين بدو يعترض ما فيه شي واحد بقى الحكومة إلا ما انه هو موظف كل هالموظفين تبقى التفاجعون محسوبين عكل الجميع إلا نيجوا موظفين عك أنا بدي افترض انه في جهة أو جهتين بالحكومة ما انه داخلي بها القصة بس ما انتو شراكي بالحكومة كيف تقبلوا كيف تقبلوا يا خي المبارح حزب الله كان عم بيحكي على الموضوع النائب فضل الله هو النائب فضل الله كان عم بيقول انتأكدنا انه فيه ما بصير هالشي مين موظفهم رئيس بري مش موظف طيال الوطن الحرب مش موظف لا مغطاهن لانه أنا بيلك لا مغطاهن لانه الحكي هي لانه انتو لطشوا وسكتوا عني بالقرار السيادي مسكت عنكم باللطش تسكتوا عني بالقرار السيادي كل قوة احتلال بالعالم كل قوة احتلال بالعالم كيف طلقت البلد تجي بترشي طبقة سياسية معينة بتقلوا بالزمان عايام العثمانية انت بايك وانت شاخ وانت كذا هلأ بيقولوا انت نايب وانت وزير وانت ما بعد شو بذات الوقت طبقة منتفعين ماليا طلقت اقتصاد البلد وبيصيروا سكتير على الاحتلال هاك عايام العثمانيين هاك عايام الفرنسوية هاك عايام عنا بلبنان وانما كان روح عكل دول العالم مش هيك بصير وانت الاقتصاد وانحنا السياسي اوك مش اقتصاد انت اللطش المال تما نقول سرقة المال ها وانت الزعامة بالواجهة الشكلية ياللي بتغطيلي ممارست الفعلية لقلي انا هيك طيب وما حدا نفكر لما ترى حزب الكتائب انه نعمل حكومة اقتصاصيين هاي هايدي كمان البترك حكيها يمكن لأنقاذ الوضع الاقتصادي ما بدون ما يعني ما حدا بحصيها حتى يا ستنا ممكنة كانت واقعيا لحقلك اكيد ممكنة واقعيا اكيد ممكنة واقعيا هل قريلي لمرحلة معينة لمرحلة معينة وبعدين هني بيقلك انه اليوم نحنا ما فينا نشتري الحكومة ما تطعطى سياسي لازم تكون حكومة سياسيين انا بقلك بهيدي المرحلة تتقدر يتعالج الاقتصاد ما حدا بيعرف المعالجات الاقتصادية اي سياسي خارجي تقتضي الا الاقتصادي لانه منبلش من الاقتصاد لأنه هذا الزلمي جاي يقول أنا جاي بمهمة اسمه معالجة الوضع الاقتصادي الوضع الاقتصادي لا يمكن معالجته بدون أجواء سياسية ملائمة إذا بدي قروض إذا بدي هبات إذا بدي مساعدات إذا بدي تبادل تجاري إذا بدي شو ما بدي بالقصة هذا اللي جاي بهذه الزهنية هو الوحيد اللي بيتعاطى بالسياسة الخارجية وفقا لمصلحة لبنان ووفقا لمصلحة الاقتصاد مش وفقا لمصلحة إيران أو وفقا لمصلحة أمريكا أو مصلحة مبعث من ي تأتنيمت لإقتصاد لا تقرر سياسي مطارح كثيرة أولا مش صحيح بعلم الاقتصاد لا شيء اسمه اقتصاد بدون سياسي السياسي هي الأساس مش العكس بس الوضع الاقتصادي كمان بيفرض حاله على السياسي بيفرض حاله على السياسي وقت اللي بتكون السياسي إذا اليوم نحن مجبورين تباعد خمور معينة على اقتصادنا شو معناتها؟ معناتها أنه الاقتصاد السياسي اللي بتشغله مش السياسي يعني بالنهاية اليوم إذا ما عندك سياسة اقتصادية واضحة مبنية تكون جزء من سياستك الخارجية يعني خلينا نوضح للناس أكتر نظام اقتصادي اشتراكي مضبوط ما في اليوم يفوت بالعالمة ما في يفوت بالعالمة تتفوتي بالعالمة بدك تكون نظام اقتصادي حر والنظام الاقتصادي الحر بده يكون في تفاقه وبده يكون في درايب بده يكون في رسوم وبده يكون في شفافية وبده يكون في تعاطي بالمثل وبده 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 اليوم ما فيك انت تجيب اليوم نحنا شو عم نعمل نحنا اليوم عم نعمل أنه والله أنا بدي مساعدات للعالم وأنا داعم دولي علي يا عقوبات دولية حلو كتير حلو كتير مهضومين الشباب مهضومين تب برأيك هالعقوبات لأي مدى رح توصل وشو رح يكون تأثيرها على الداخل اللبناني يعني رح تبلش بكرة بقوائل الشهر بس أنا بدي أعطي مثل زين إذا هلأ الأزمة بين المملكة العربية السعودية ودول الخليج الإمارات ومصر واللي بدي كيههم تصاعدت بوقت العقوبات الأمريكية على إيران إجا وقتها وقررت هذه الدول لسبب من الأسباب أنه ما تزيد إنتاجها النفطي لتغطي الفرق اللي بدأت تعمله إيران قد يصر برميل البترول إذا طلع برميل البترول من 80 دولار متل ما هو اليوم لـ 100 دولار قد يفرق عجل الكهرباء عنا بس في لبنان بيطلع من المليارين لـ 3 مليار بالسنة بس من الكهرباء زيدي قصة المصانع شو بدأت عاني وزيدي قصة المواطن شو بدأت يعاني من ارتفاع المحروقات وزيدي 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 لك كل اللي عم تعملوه اليوم يعني هذا كله بدو ينعكس علينا لك يا عمي يعرفوا حالهم ورا حين هود الناس يعرفوا حالهم ورا حين طب هو حزب الله بحد ذاته ما بيتأثر بهالموضوع بس حزب الله عم بيجي يعني إذا تأثر البلد تأثر الشعب كله صاحب مشروع سياسي ما له علاقة بمشروع الدولة اللبنانية طيب بس هي عنده ناس رح يتأثروا مأيدينه في الدولة اللبنانية في المخارج لهالسبب قلت لك حزب الله رح يكون واحد وهو أصلا يعني هيا الخبرية إنه الحزب الله مفات بالفساد بيجي خبرني أنه فيه توظيفات صارت خبرني أنت بسياستك كيف عم تمنع جباية أموال الدولة خبرني بسياستك كيف الجمرك ما عم يتدفع خبرني بسياستك كيف التفاقاء ما عم تندفع خبرني بسياستك كيف التهريب gedاير على طول الحدود خبرني بسياستك شو عم بيصير حزب الله مفات بمنظومة الفساد شو بدك فساد أكتر من هيك فساد أنه تعطيل الدستور مش فساد تعطيل جباية أموال الدور من الفساد تصنف كمان حزب الله أمريكيا بالمنظمات الإجرامية العابرة للحضور كمان هاي دي بيقول لك مش فرقني معا ولبنا بيقول لك حزب الله مقاومة وبدنا نصلح الاقتصاد تب هيك بكلمة نحن رايحين على برأيك انهيار اقتصادي إذا ما استفق إذا إجت العقوبات اليوم علينا بكل يعني تداعيتها البشر وغير البشر وما استفدنا من المؤتمر ساد خلينيقول انه انهيار بمعنى كلابس هايك تطال ماني شايف هايك بس شايف انه رايحين من سيء إلى أسوأ انه نحن اليوم مين منا مرتاح مين من المواطنين العاديين مين منهم مرتاح اليوم هلا نحن بتشريد بتفوتي عباية غير ما عم بيقلك اخترب بيتي بالقسط وفوتي على باية تاني شو بدي أعمل بالجامعة وبتفوتي على باية تالت شو بدي أعمل بالمزوت بكرة بس بده يجي موسم الساعة وبتفوتي على باية رابع بيقلك ما بعرف شو بدي يسيق يا عمي كنا نطلع على ضيعنا نشوف الكبار بالعمر عم بيقولوا زعلانين اتأخرت الشتوية تأخرت تالج هلا عم بيقولك يارب بدخلك ما يجي التالج عتلانهم حق المزوت صحيح انه في شي اذا هاودي الناس بلا احساس بلا دم هاودي الناس اللي عم بتولوا الحكم بالبلد بلا دم بلا احساس بلا ضمير ما بيشوفوا العالم لانه لو عن جد بيشوفوا العالم نطلع صغيري بيشفقوا عواضع الناس اللي انتخبتهم من اربع سنين من اربعة شهور بس شو بده واحد يقول بعد بدنا نسألك بعد في معنى شوية وقت عن الموضوع اللي قاء سيدة الجبل كمان اللي شفنا المنع عدة مرات يعني هاي دي كمان يعني عم شوف سياسات لسياسات كلها انو اول شي منع سياسات جديدة منع سياسات جديدة هذه السياسات القامعة وبرجع بليك انت عا بليك انو اي قوة احتلال بتجيب طبقة سياسية بتخصها بتحطها بالواجهة بتعطيها الالقاب والمناصد بتعمل طبقة اقتصادية بتلقط مصريات البلد وبتعمل جهاز امنى ترهيبي على الناس ممنوع تفكر سياسي بكل بساطة هلا اني هادي لقاء لانه حزب شعبي ولانه طيار جاري فلانه كذا مجموعة ناس من قادة الرأي بدون يعملوا خلوتهم السنوية اللي بتصير وين مكان من خلال لقاء لمجموعة اسمها سيدة الجبل مرخصة مع علم وخبر من الدولة اللبنانية انا بدي اسأل سؤال انه اليوم دولة لبنانية عاطي علم وخبر لجمعية هذه الجمعية تمنع من عقد اجتماعاتها ما بسمع بيان طلع من الدولة اللبنانية من وزارة الداخلية اللي هي عاطية من حيالة وزارة انه نخي تعال اقول لك انا بدي افتح لك مقر رسمي تعال عمل اجتماعك في انا بعتلك دورية على القتال الفلاني وخلي استرجع حدا يجي منعك شوها الحكي هذا شوها الحكي بقية دولة عايشين بقية دولة عايشين وبدنا نزبط وضع اقتصادي وبدنا نعمل اصلاحات بسادر عمين عم يتضحكوا عمين عم يتضحكوا نعم يدفعوا فوتير الكهرباء والتليفونات طبع الوزارات هون بلش الاصلاح انه هاي مش سرقة متأمل ده بلاش انه اذا مواطن علق على الكهرباء هاده حرامة بس اذا دولة علقت على الكهرباء هاده ادمية ديما نصغار بي انه هاده ادمية بي بالحقون صغار ما عدنا عم نحكي زعيم عم نحكي مؤسسة رسمية مؤسسة نعم مؤسسة رسمية وزارة تصوري وزارة الكهرباء مش دافعة فتورة التليفون وزارة التليفون مش دافعة فتورة الكهرباء وزارة الكهرباء والتليفون مش دافعة فتورة الماي كيف القصة يا حمي يتعولوا من الكهربة يتعولوا للعالم إذا القصة عن جد في شيء مش طبيعي إنه إذا بتخبرية لحد أفكر أن نكتل قصة وأنه عمرك تتكلم مع بعضه ولا هيك حفلة زجل بس إنه حدا يفكر فيها واقعيا إنه هيدا منطق يعني هيدا منطق ما أنه منطق ونشتري سيارات مثل 150 أل دولار أو 250 أل دولار أو ما يطلع على توضيح الوزير جبران بصير إنه الرقم مش مظبوط يعني نعم نحن وقت نقرب على النهاية بعد أنه كم دقيقة حكينا شوي عن الحدث الإقليمي اللي هو موضوع قضية خشقجي حكينا على بسيئة الحلقة بس كنت حب أسألك كمان اليوم شو تأثيره برأيك رح يكون على العلاقات الأمريكية السعودية أنا قراءتي للموضوع عملية الخشقجي عملية أمنية مخابراتية معقدة داخل فيها أكتر من طرف والحملة اللي عم بتصير من الإعلام الأمريكي على المملكة العربية السعودية اليوم هي مثل لعبة البليار بقوص على محمد بن سلمان لصيب دونالد ترامب بالاتخابات النصفية ما تنسي هذا الإعلام الأمريكي كله اللي عامل الحملة اليوم على محمد بن سلمان بمعزل إذا كان معه حق بقضية الخشقجي ولا ما معه حق بقضية الخشقجي هذا الإعلام الأمريكي كله كان عامل معركي ضد دونالد ترامب من السي أن أن لنيورك تايمز للواشنطن بوست للي بدك هذا الإعلام اليوم عامل معركي كله سواء قبل الانتخابات النصفية بقضية بشهر لا كنت عامل لك قبل شوي هذا الآن بتأثيري على موضوع ترامب إذا تسبب بأزمة أن ترامب إذا بده ياخد تدابير ضد المملكة اليوم المملكة بده تدب تدابير أقل شيء أقل شيء بتعمله أنه خيئ أنت بدك مني يزيد النفط أنا ما بدي يزيد النفط لأنه ما بقى عندي إمكانات نتيجة العقوبات يلي بدك تحط عليها يعني بتستعمل سلاح النفط عظيم شو بيصير بها القصة معناتها كل الإشياء اللي بني عليها ترامب سياسته تيقول للشعب الأمريكاني أنا جبت لكم مصاري وحسنت لكم الوضع الاقتصادي وإلى ما هنالك بفرق أسعار النفط بس رح ترجع الاقتصاد الأمريكي يطباطه يمكن تتسبب بأزمة عالمية طويلة عريضة رح يجي يقول له نتيجة سياستك الرعناء يا ترامب لاك وين صرت وبالتالي عم بيعملوا عليها معركة بالانتخابات النصفية عم بيعملوا معركة استباقي شو ما صار بقصة الخشق جي شو ما صار بقصة الخشق جي وفي الأوروبية كمان مش نظام المملكة اللي رح يسقط من وراء قصة الخشق جي مش نظام المملكة اللي رح يسقط وخصوصي من بعد التضامن العربي اللي صار اليوم استدداف المملكة بموضوع بيرجع بقلك بمعزل عن قضية حقية هذه القضية ولا لا بس هل قضية يعني عملوا محمراتي شو الهدف منها طيب أنا بسأل سؤال الهدف منها هذا القص الأمريكي يلي إله سنتين محبوس بالتركية عأساس إنه في أربع شهود إجوا قالوا هيدا بيتعطى مع فتحالة جولان مش هيك بعد شوية إجوا على المحكمة بعد سنتين قال لا نحنا اللي إلناء رينابل جريدي مش نحنا شفنا إنه برأيك في شي طبيعي يعني باللي صار إنه بيتركوا فتحالة جولان بيتركوا هذا القص الأمريكي يلي بيتعطى مع فتحالة جولان جمال خشقجي يقال يقال بعد لحد هلأ ما حدا عارف عارف شي بها القصة بس إذا بتفوتي تقري شوية صغيري إنه هذا الزلمي معروف بإنه ينتمي لأحد أجنحة الإخوان المسلمين وتحديدا ينسق ما فتحالة جولان وخلال وجوده بأمريكا كان عم ينسق هو فتحالة جولان لحتى يعمل جناح من الإخوان المسلمين على مستوى الخليج العربي والعالم العربي كله سوا اسمه حركة التجديد الآن ما بعرف شو كذا الخبريات التجديد الديمقراطي الآن وما بعرف طيب إنه وقت اللي بتجي بتشوفي هذه المعلومات طيب مين بيباعد خيار خيار الأتراك عن هذه اللعبة بعدين سؤال إنه إيه هذا الزلم يتهم السعودية إنه فات على خنصليتها وما طلع طيب والسيناريوات اللي عم تنقال إنه نقتل ونحط بطيارة بعد 8 ساعات وشلوه طيب يا أمي أنتو بتقولوا تنتين فاتوا ما طلع للساعة 8 عشية ضهروا للزلمي من السفارة وحطوه بالطيارة وأخدوه طيب ما عندكن أنتو بتركيا أمن بفتش طيارة قبل ما تطير يعني بهك عمليات دايما يعني زياد أبعاد مخابراتية دايما الحقيقة بتضل ضائعة لهالسبب علينا أن نفصل بين أحقية الكشف عما جرى لجمال خاشقجي وبتاني مال نفهم تماما إنه ما نروح بالغريزة وما نروح فقط بس بحقوق الصحافة وحق التعبير وحرية التعبير وإلى ما هنالك يا لدي أمور مقدسة لم نساوم عليها ولم نقبل فيها لم نقريب ولا منبعيد ونحن ناس يعني وخصوصي أنه أنا صحافي وإعلامي بس بذات الوقت أنه أنا ما بدي هذا الموضوع يخلي عقلي يفقد اتزانه يفقد اتزانه معه دقرة سياسية بذات الوقت وأعرف حالي هذا الموضوع لوين بده يوصلني أنه إجمالا باي ضحية أو أهل ضحية بيقولوا ابننا راح طولوا بالكم ما نخلي نعمل مشكلة أكبر من هك تنحفظ عبقية الولاد بالتالي اليوم نحن أدام مشكلة طويلة عريضة لازم تنحل بس ننتبه تماما لزيولة لزيولة السياسية والاقتصادية ما نكون بحجة الدفاع عن حرية التعبير والديمقراطية عم نطير سيستام طويلة عريضة وعم من قوي اللاديمقراطية وعم من قوي التطرف وعم من قوي عم نضرب منطق الاعتدال والخوار بالمنطقة نعم أستاذنا وفالدا ونحن خلص وقتنا بدي أشكرك على حضورك على صوت لبنان الله يخليك على هالحلقة شكرا بدي أشكر زميلي بير جامو وزميلي كارول كرام كانت معكم إلان صغير بأيسا شكرا